اشتركوا في القناة بتقولنا ان النهاردة هو اخر حد في السنة القبطية بتفكرنا بنهاية السنة فبترتب القراءات عن نهاية العالم عن نهاية العالم ونهاية العمر وزي ما شفنا الحد ده والحد اللي فات اللي هو الاخر حد في شهر مصر كلها عن قراءات نهاية العالم الحد اللي فات قرينا من مرقص 13 والحد دوت من متى 24 متى 24 وفي انجيل باكر كان من لوقة 21 التلات قراءات اللي هيا بتكلم عن نهاية العالم في اخر نهاية السنة القبطية وبداية سنة جديدة الكنيسة دايما بتذكرنا اني فيه نهاية في العمر فيه نهاية في العالم وبعد النهاية ديت هيبقى فيه دينونة وعشان كده النهاردة في الكراءات بنشوف الكراءات كلها بتدور حوالين عن فكر الاستعداد وبتقول لنا اني مع نهاية العمر مع نهاية العالم هيبقى فيه علامات العلامات ديت هتبقى علامات بشرية بين البشر وعلامات كونية حاجاتها تحصل في الكون فتعالوا نشوف هذه العلامات اللي بين البشر بس العلامات اللي بين البشر ومن خلال هذه العلامات نشوف كل واحد فينا يقيس استعداده لهذا اليوم يوم الدينونة بين البشر فيه تلات علامات رئيسية ومن خلال التلات علامات الرئيسية كل واحد فينا يسأل نفسه عن هل هو مستعد ولا لا هل هو مستعد ولا لا هيبقى فيه تلات معايير عن الاستعداد تلات معايير عن الاستعداد يوم الدينونة فيه جانبين جانب اليمين واليسار الخراف والجداء الله هيقول للخراف تعالوا إلي يا مبارك أبي وهيقول للجداء اذهبوا عني يا ملاعين الله يعطينا أن نسمع هذا القول تعالوا إلي يا مبارك أبي هيبقى فيه بين الجانبين الإنسان بيبص أدي الجانبين وكل واحد فينا بينظر حاله ويدبر حياته ويدبر استعداده من الأمور المهمة في حياتنا أن نهاية عمر الإنسان هتبقى بعديها الدينونة لأن نهاية عمري بعد ما بينتهي العمر ما فيش فرصة للطوبة فهتبقى بالنسبة لدينونة كيف يكون الإنسان مستعدا كيف يكون الإنسان دايما مشتهي أن يسمع تعالوا إلي يا مبارك أبي تلت عناصر رئيسية عن معايير الاستعداد من النقطة الأولانية اللي كانت ذكرت في هذا الإنجيل عن فكر التضليل بين الناس بين البشر فكر التضليل سيد المسيح جالس على جبل الزيتون وقالوا للتلاميذ متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وإنقضاء الظهر فأجاب يسوع انظروا لا يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين فكر التضليل طبعا فكر التضليل قدامه على طول المعيار الأول اللي هو تضليل طبعا من الشيطان وأتباعه الشيطان عاوز يضلل الإنسان عن الهدف بتاعنا بتاع كل واحد مسيحي بتاع كل واحد فينا تضليل يعني الشيطان عاوز يشتتنا قدام فكر التضليل المعيار الأول اللي هو حفظ الهدف حفظ الهدف يعني الإنسان اللي ما عندوهش هدف والهدف ده واضح الإنسان ده على طول هياخد فكر التضليل ده بسهولة هيضل أي شاب بيذاكر لو محددش في حياته هدف للمذاكرة دي مع أول متاعف المذاكرة هيسيب المذاكرة وهيسيب الكلية وهيسيب اللي بيحضره واللي بيجهز له لو الهدف مش واضح ولو محفظ هذا الهدف هيقدر الإنسان هيبعد وهيقدر يتوه أي إنسان ضاع بعد عن الحضيرة وساب ربنا كان فيها فكر تضليل كان فيها فكر تضليل الشيطان ضلله قال له هتلقى حياة أسعد هتلقى فلوس أكتر هتلقى حياة كويسة كان فيها فكر تضليل وهذا الإنسان غاب عنه هذا الهدف الإنسان اللي ليه هدف الهدف واضح والهدف ثابت طول الحياة ما بيضغيرش هذا الهدف هذا الإنسان هيكون على طول حافظ لهذا الهدف حفظ حفظ الهدف أحد معايير الرئيسية اللي بقف عندها دم أجي أستعد لسنة جديدة لعام قبط جديد لحياة جديدة وأسأل نفسي هل هذا الهدف واضح وهل هذا الهدف ثابت ولا بيضغير الإنسان الروحي الساهر على خلاص نفسه إنسان ليه هدف ثابت قوي لا يتحول والهدف دوت اللي هو السماء كل واحد فينا هدفه ملكوت الله هدفه السماء هل قدامي الهدف ده واضح هل أحيا لهذا الهدف هل عندي خطة لهذا الهدف القديس أرسانيوس معلم أولاد الملوك كان ليه قول دايما بيفكر نفسه بإيه كل ما الهدف دوت يروح عنه يقول إيه تأمل يا أرساني فيما خرقت لأجله تأمل يا أرساني فيما خرقت لأجله كل شوية يفكر نفسه بالهدف اللي هو خرج من أجله وهكذا حفظ الهدف لما يبقى الإنسان حافظ لهذا الهدف فكر السماء قدامه والهدف قدامه طوبة لهذا الإنسان ليه لأنه صبر إلى المنتهى زي يقول طوبة لمن يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص حفظ الهدف أحد الوسائل اللي النهاردة في نهاية سنة ابطية وبداية سنة جديدة أراجع بيها نفسي هل أنا هل أنا بأخذ بفكر التضليل ولا أنا الهدف بتاعي ثابت هل أنا الهدف بتاعي مشوش وضعف ولا الهدف بتاعي واضح الإنسان في أسرته الزوج أو الزوجة لو ضع الهدف بتاعهم ممكن وخدوا فكر التضليل الأسرة ديت بتتفكك وياخدوا فكر التضليل الشخص اللي بيدور في حياة الروحية وبيسعى في حياة الروحية وبيجاهد في حياة الروحية لو جي في أي وقت وضعف وتعب وغاب عنه الهدف وضع منه الهدف هياخد برضه بفكر التضليل الفكر الأولاني هو فكر التضليل وقدامه المعيار الاول اللي بقيس بيه استعدادي للحياة الابدية هو حفظ الهدف هل الهدف هل السماء هذا الهدف واضح قدامي ولا لا النقطة التانية النقطة التانية العلامة التانية لما بيقول سوف تسمعون بحروب واخبار حروب انظروا لا ترتعوا لانه لابد ان يكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد ولكن هذه كلها مبتدأ الاوجاع حينئذ يسلمونكم الى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الامم لاجل اسمي فكر التشكيك الشيطان يشكك الانسان يشككه في ايه يشككه في كل وصية ربنا ادهلنا هو ربنا فيه من العالم دو تسايب الحروب وسايب الشر عمال ينتشر هو لو فيه ربنا كان سايب الناس دي تتقتل ويشكك الانسان بكل نحية تشكيك طيب لما ديت مبتدأ الاوجاع من الفين سنة بنقول مبتدأ الاوجاع لغاية امتى هل هذا صحيح ويشكك الانسان في الوصية قدام فكر التشكيك بناخد المعيار التاني لاستعدادنا لحياة الابدية المعيار هو طاعة الوصية طاعة الوصية السيد المسيح النهاردة بيقول عن الوصية بيقول السماء والارض تزولان لكن ايه كلامي لا يزول لكن كلامي لا يزول الوصية صحيحة الوصية ربنا بيقول لنا النهاردة طاعة الوصية ده معيار من معايير استعدادي للحياة الابدية احد النعم اللي ادهلنا ربنا هي الوصية بتاعته كلامه الكتاب المقدس عشان كده بيقول لنا بولس الرسول الاهل فيليبي بيقول ايه فقط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح طاعة الوصية مقياس الانسان بيقيس بي حياة الروحية فيني انا فين حياة الروحية عاوز ايس فيني وفين حياة الروحية اشوف ايه مقدار طاعة الوصية ايه مقدار اريتي في كتاب المقدس حفظ كلام الله في قلبي الطاعة اللي بيمارسها الانسان في حياته نيجي نشوف من تاريخ في تاريخ الاباء ان الانسان ممكن ياخد مثلا بآية واحدة ويعيش بهذه الآية ويعيش فضيلة ويعيش بهذه الآية حياته كلها وممكن انسان يتشتت بين قراءات كثيرة وبين معرفة كثيرة ويضيع هذا الانسان لانه ما عندوش طاعة الوصية المعيار الثاني اللي هو بيوجهنا لكلام ربنا بيوجهنا لكلام ربنا ازاي نشبع به وازاي يكون كلمة الله في حياتي لها مكان طاعة الوصية بيقول لنا النهاردة ان في حاجات كتير هتحصل حروب اخبار حروب يعني الكتاب المقدس بيقول لنا ايه اللي هيحصل يعني ساعة ما يحصل الانسان ما يقلقش هو بيقول لا ترتعوا انظروا لا ترتعوا ما تخفوش فاذا لو في تشكيك هيبقى فيه خوف وهيبقى الانسان مليان بقلق وخوف لكن لما اثق في الوصية ديت واثق واسلم اموري ربنا واطيع هذه الوصية مش هيبقى فيه تشكيك مش هيبقى فيه خوف يبقى النقطة الاولانية تضليل وقدمها المعيار الاول حفظ الهدف والنقطة التانية تشكيك وقدمها المعيار التاني طاعة الوصية اقدر ايس استعدادي لحياة الابدية بالمعيارين دول المعيار التالت اللي هو بنشوفه لما بيقول السيد المسيح حينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا ولكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين هيبقى فيه بغضة وهيبقى فيه برودة هيبقى فيه بغضة وهيبقى فيه برودة وده النقطة التالتة اللي هنشوفها من العلامات قدامها معيار هو معيار نمو المحبة معيار نمو المحبة اقيس نفس ازاي ان انا مستعد اشوف ازاي انا بحب ويشوف المحبة بتاعت اديات كيف تنمو لو انا حفظت الهدف كان واضح وثابت قدامي وقطعت الوصية وما تشك وما شك وما قبلتش اي تشكيك يكتمل العمل هنا لما تنمو المحبة والمحبة دي هتنمو ازاي بعمل هيبقى لازم اعمل يعني لازم الاخرين هيشوفوا هذه المحبة الله يعطي كل انسان فينا عمر عشان في هذا العمر يحصل ايه ننمو في المحبة محدش هياخد حاجة معاه بعد ما يسيب هذا العالم كلنا هنرحل ومحدش فينا هياخد اي حاجة معاه اللي ممكن ناخده هو عمل المحبة عمل المحبة مقدار المحبة ونموه هو ده اللي هناخده معانا العالم في النقيد في العكس بيبقى فيه ايه بغضة قراهية صراع على المادة صراع من كل ناحية وعشان كده الكتاب كان صادق لما بيقولنا ايه محبة المال اصلا لكل الشرور بتتحقق قدامنا على مستوى الفرد وبتتحقق قدامنا على مستوى شعوب بتتحقق قدامنا على مستوى دول فعلاً مادة بيقيت سبب اني فيه بغضة كثيرة وفيه برودة كثيرة وعشان كده السيد المسيح قال ما ينفعش الاتنين لا يستطيع احد ان يخدم ايه سيدين الله او المال المحبة لما بتبرد ولما المحبة تختفي ربما يبقى كده انا اعرف يعني هل انا مستعد لحياة الابدية ولا لا لا المحبة بتنمو تنمو هذه المحبة يبقى انا اعرف ازاي انا مستعد لحياتي الابدية كلنا عارفين قصة عنقود العنب اللي كان بيلف من مكان لمكان كان كل واحد من البشر اللي هي كان بيلف حواليهم عنقود العنب دا كان صورة قوية صورة قوية ومعبرة عن ايه عن المحبة اي اسرة كنز اي اسرة هو المحبة كنز اي اسرة هو المحبة محبة بين الزوجين محبة بين الأولاد لأبائهم والأباء لأولادهم وبناتهم لو ما كانش في محبة لو بردت المحبة ديت أعرف أن أنا مش جاهز لحياة الأبدية لو في نمو لهذه المحبة أعرف أن أنا جاهز لحياتي الأبدية الحياة لو طالت أو قصرت لو عشت عمر طويل أو عمر قليل ربنا هيسألني إيه رصيدي من هذه المحبة عملت إيه للآخرين كيف تعيش هذه المحبة في حياتك وكيف تقدمها للآخرين قديس بوليس الرسول بيقول إيه محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح الكدس المعطى لنا ده ما تنسكب المحبة ديت إيه يحصل تفيد ولما تفيد تدي الآخرين الآخرين يشوفوا هذه المحبة قدام الثلاث علامات البشرية اللي هي التضليل والتشكيك والبغضة والبرودة قدامها ثلاث معايير كل واحد فينا يقيس نفسه بالمعايير ديت إذا كان هو مستعد أو غير مستعد ويقدي إيه حجم استعداده اللي هي قدامها حفظ الهدف فكر السماء والأبدية قدامي ويكون قدامي طوء للوقت والنقطة الثانية طاعة الوصية لأنه يبقى فيه تشكيك إيه معرفتي بالوصية إيه حفظي للوصية إيه مدى صدقي للوصية والنقطة الثالثة أو المعيار الثالث هو نمو المحبة أدي إيه أنا بحب الآخرين أدي إيه بنمو في هذه المحبة لأنه هو ده رصيدي في السماء اللي احنا يعطينا دايما استعداد ويعطينا دايما ملكوته السماوي له كل مجده كرامة من الآن وإلى الآبد أمين